أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن اختيار مدينة كبيرة بحجم القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي شكل تحديا كبيرا لكن الدولة المصرية تغلبت عليه بحسن تنظيم وخلال منتمر صحفي في افتتاح المنتدى عبر مدبولي على أمله في أن يخرج المنتدى بنتائج مهمة يكون لها تأثير مباشر على التنمية الحضرية اختيار مصر واختيار القاهرة تحديدا ده شيء يعني رسالة مهمة جدا بتقدير منظمة الهابيتات للمدينة القاهرة وكل الفعاليات والمشروعات والاستراتيجيات اللي بتنفذها الدولة المصرية والحيانة ساعدتي يعني النهاردة مشتركة يعني ويمكن عدد كبير من الحاضرين لا يعلم إن أنا قبل ما تولي مسؤولية وزارة الإسكان كوزير إسكان ثم رئيس وزراء أنا كنت بنتمي للهابيتات أنا كنت مدير إقليمي للدولة العربية في منظمة الهابيتات الشيء أيضا المهم اللي لازم حضركم تبعوا عارفينه إن الهابيتات لما كانت بتنظم هذه النوعية من المنتديات في الغالب بتفضل أن تكون في مدينة ثانوية أو مدينة صغيرة لأن بيبقى عندهم دايما تخوف أن تنظيم هذه الفعالية في مدينة عاصمة دولة دايما بيبقى لديها المشاكل والتحديات وممكن تخلق ضغط على يعني الحركة داخل المدن فدائما كانوا يفضلوا التنظيم هذه الفعالية في مدينة صغيرة علشان يبقى تأثيرها مش كبير ولكن كان اختيار القاهرة في حد ذاته تحدي قاهرة 22 مليون نسمة فإن النهاردة يعني تنظم فيها هذه الفعالية ويبقى هناك ثقة إن حركة الدخول والخروج وانتظام وتنظيم الفعاليات لهذا المنتدى بتواجد عدد ضخم جدا زي زي ما حركوا سمعته الأسماء سبعة وتلاتين ألف مسجل عندنا اتنين وسبعين وزير عندنا ستة وتسعين محافظ وعمدة مدينة بالإضافة إلى المختلف يعني ممثلي المجتمع المدني قطاع الخاص الحكومات كل ده كان حيمثل تحدي لهذه المدينة عشان نقدر إن احنا نضمن الحركة من وإلى مقر المنتدى ممتدى